أهلا بكم أنا محمد من عرش بني يغزر نعيش في الصحراء على شكل قبائل هناك عدة عروش تقطن هنا ولكن عرشنا وعرش بني هرموز في عداء مستمر منذ القدم كانت جل مشاكلنا حول مناطق الكلاء أين يرعى أغنامنا وماشيتنا في أحد الأيام كان عرشنا يرعى في إحدى الواحات يترأسهم ابني الوحيد قصي فأقبل عرش بني هرموز للرعي هناك احتدم نقاش بين ابني وإلياس ابن رئيس القبيلة حول من هو أحق بالواحة والرعي فيها قال قصي نحن أولى بالرعي هنا فقد جئنا قبلكم الأولوية ليست للأسباق بل للأقوى دعنا نتبارز بالسيوف والفائز تكون له أحقية اختيار المكان الذي يريد ووقت ما يريد وفق قصي على النزال وسل سيفه وتبارز معه كان نزالا عنيفا تمخض عن مقتل إلياس منذ ذلك اليوم وعرشنا له أولوية الرعي حيث ما أراد بعد مدة وبينما قصي يرعى بغنمه إذ جاءت فتاة غاية في الجمال ترعى في أغنامها بجواره اقترب منها قصي وحدثها قال ما اسمك يا جميلة غالية وأنت قصي أليس كذلك؟ نعم أنت تعرفينني إذن ومن لا يعرفك أنت من منعت عننا الكلاء فأصبحت ماشيتنا هزلة وجائعة طوال الوقت قاطعها وقال لا لم أفعل منعت قبيلة بنو هرمز فقط من مجاورتنا في الرعي وأنا منهم ما ذنبنا وذنب حيواناتنا أنت لست منهم تعالي وقت ما تشائين ورعي أينما تريدين ولن يعترض طريقك أحد غادرت غالي المكان وجاء أفراد قبيلة لي يشكون من ابني الذي سمح للعدو بأن يطأ أماكن رعينا نقشت مع قصي الأمر لكنه رفض الإصغاء لي وتعنت لرأيه إنها مجرد فتاة لا يمكنني أن أقص عليها أنا لم أسمح لقبيلتها سمحت لها هي فقط بالرعي مرت الأيام وتعلق ابني بغالية جاء إلي وصارحني بأنه يريد أن يتزوجها قلت لن يحدث هذا إلا على جثتي ولكن يا أبي إنها لطيفة ورائعة لا تشبه قبيلتها في شيء ويحك هذه عادات وتقاليد أجدادنا كيف يمكنك أن تخالفها؟ لا نزوجهم بناتنا ولا يزوجوننا بناتهم ولا نتعامل معهم في أي شيء سأتزوجها وأغادر المكان لن أبقى هنا إذا كان هذا يرضي العادات والتقاليد تمتمت وقلت ولكن والدها لن يقبل مصاهرتنا ألا تعلم بأنها ابنة رئيس القبيلة؟ بلى أنا أعرف ذلك وما المانع لقد قتلت أخها قبلاً كيف سترضاك زوجاً؟ لا تقلق من هذه الناحية فقد أظهرت لي حبها وتقبلها لي رغم عداء قبيلتين وقد يكون زواجنا بادرة صلح بين القبيلتين وستفعل المستحيل لتقنع والدها التقد غالية بقصي وأخبرته بأن لها شرطاً واحداً حتى تقبل به زوجاً لها وما هو يا غالية؟ أنا تحت طوعك وأمرك أشيري بإصبعك فقط وأنا أنفذ أريد أن تثبت لي قوتك كيف السبيل لذلك؟ بالمبارزة نزال بسيط مع أحد أفراد قبيلتي ومن يسقط أرضاً أولاً هو الخاسر أنا لها وسأثبت لك جدارة وقوة التي لا تهان في الغد اجتمعت كل القبائل لرؤية النزال لقد رفضت هذا وأثنيت ابني عن ذلك قلت له إنها خدعة يا قصي تراجع عن الأمر أكيد أنهم يكيدون لك من وراء هذا النزال شيئاً سيئاً لكنه رفض ولم يستمع لي واستمع لكبرياءه وغروره بدأ النزال وكان خصم قصي الإبن البكر لرئيس القبيلة أخو إلياس وغالية كان ضخم الجثة وكان جسوراً فارساً مغواراً لم تمر إلا دقائق وسقط قصي مقتولاً رأيت ابتسامة غالية على بعد أمتار لقد تأكدت بأن قربها من ابني الوحيد ومحاولة استمالته لم تكن سوى لأخذ السأر بنفس الطريقة التي قتل بها أخاها عدنا لمكان إقامتنا كثر اللغات والصراخ من طرف أفراد قبيلة بسبب ابني وما فعله قال أحدهم ابنك أسقط كرامتنا وضرب بعاداتنا عرض الحائط لقد ضاعت هيبة بنو يغزر بسبب طيش ابنك وأنت من سمح له بالتمادي لم أجب بكلمة وطلبت من مجلس الشيوخ أن نعقد لقاء في الحين اجتمع الشيوخ وافتتحت الجلسة قائلاً في المرة الأولى التي فاز فيها قصي بالنزال كان الفوز من أجلكم وأنتم من استفاد من هذا الربح وفي النزال الأخير خسر نفسه وفقط لم تمس خسارتها أحداً منكم صمت الجميع ثم أردف الشيخ عمر يجب علينا أن نثأر لدمنا لن نسكت على فعلتهم لا داعي لذلك نحن من أرقنا دم قبيلة بنو هرمز أولاً وموت قصي ما كان إلا اقتصاصاً لذلك لما مات ابنهم لم يشنوا حرباً علينا إذن أسنوا بالسن والبادئ أظلام انتهت الجلسة ولا داعي للخوض في مثل هذه الأمور بعد مرور الشهور حزمت قبيلتنا أمتعتها وغادرنا المكان فلم يعد لنا رغبة في البقاء هناك بعد الذي حدث بعضهم رفض المغادرة في البداية ورأوها انتقاصاً لقيمتنا وانهزامنا ثم رضخوا للأمر في النهاية الحمد لله أن الأمر انتهى على خير وبهدوء دون نشوب حرب أخرى لا نعلم مصيرها ورحيلنا كان لإطفاء شعلة الانتقام والثأل للأبد أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بقصتنا تتساءلون إلى أين نحن ذاهبون؟ في الحقيقة لا نعلم حتى الآن لكننا سنتجه إلى مكان يوجد به ماء وكلاء لماشيتنا وبعيداً عن قبيلة بنو هرمز كما لا تنسوا مشاركة القصة مع أصدقائكم وإلى اللقاء حتى القصة المقبلة فكونوا في الموعد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر